ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تطوير ورفع كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى قطاعات المستهلكين المختلفة في المملكة كما أكد المحاضرون على أن تطبيق الشروط والضوابط الجديدة سيضمن للتاجر طرح منتجات موافقة للمواصفة العالمية هذا البرنامج سوف يحسن من كفاءة أجهزة التكييف في مملكة البحرين بنسبة لا تقل عن 30 إلى 40% وكما تعلمون بأن أجهزة التكييف في البحرين تستهلك الجزء الأكبر بنسبة تصل إلى 50% في مختلف القطاعات لذلك فإن التوفير سوف يكون مجديا وكبيرا سواء كان بالنسبة للمواطن البحريني أو للاقتصاد البحريني الذي يعتمد بصورة رئيسية على الغاز الطبيعي باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لشنة النقل والمواصلات في الغرفة عبد الحكيم الشمري أن سيابية حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد تشهد في الوقت الحاضر انتعاشا هو الأفضل على الإطلاق بفضل حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تعزيز النشاط التجاري وتعظيم شراكة البناء بين القطاعين العام والخاصة وتوقع الشمري للنشرة الاقتصادية أن يتم نجاز جسر الملك حمد الجديد خلال أربع سنوات ليضع المملكة على خارطة أحدث السكك الحديدية على مستوى المنطقة والعالم كما أكد الشمري استمرار العمل على توسعة الجانب السعودي من جسر الملك فهد لاستيعاب الأعداد المضاعفة من المسافرين والشاحنات غرفة التجارة على مدى أربع أو خمس سنوات كانت تبحث وتثير قضية الشاحنات على جسر الملك فهد اليوم نحن نعتقد بأن الوضع على جسر الملك فيما يتعلق بإنسيابية حركة الشاحنات من وإلى البحرين هو الأفضل على مدى تاريخ جسر الملك فهد والفضل يرجع إلى وسائل الإعلام التي اهتمت بهذه القضية الإنسانية الاقتصادية وإلى أيضا القيادة السياسية التي وضعت ثقلها لحل هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر